السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من سلسلة اسألني اللي المفروض إنها شهرية ما علي شمشولي إياها يعني انشغاله وعياله وعياله وكذا وهيك بس بدك تروح جيب كاس الشاي وتيجي لأنه بدون عيد أخير خليهم بلش موقع goodoffer24.com هو متجر الكتروني للحصول على الألعاب والبرامج بإسعار رخيصة احصل على كود تفعيل أصلي لويندوز 10 أو مايكروسوفت آفس بسعر مخفض ويندوز 10 برو بعد الخصم بوصل 11 دولار و 38 سنت فقط بإمكانك الحصول على كودات تفعيل لبرمجيات على منصات ستيم ويوبلاي وغيرها وبتقدر تحصل على خصم إضافي بقيمة 25% على كل مشترياتك من الموقع عند استخدام كود كي باشا 25 عند تأكيد الشراء اعرف المزيد أو تصفح الموقع من خلال زيارة الرابط اللي موجود في صندوق الوصف لماذا لا تعمل مراجعة للألعاب المشكلة يا صديقي أنه أنا أصلا ما في عندي وقت فراغ كثير علشان ألعب جيمز من الأساس لس لما يكون عندي وقت فراغ الألعاب اللي أنا بختارني ألعابها صراحة بالعادة بيكون ألعاب علم مفتوح يعني أشياء مثل God of War و Horizon على سبيل المثال Horizon Forbidden West آخر واحدة طلعت من هاي السلسلة تقريبا أمضيت فيها بساطة أنا مش بس لعبت اللعبة أنا لعبت اللعبة وختمت كل السايد كوستس وجمعت كل الأسلحة وكل الملابس وكل الويفز السائل اللي بتستخدمه في التجميعات المبردة مائيا لما تفكي التجميع السائل بيضل ممكن إعادة استخدامه كثير من التجميعات اللي بسويها بتكون عبارة عن تجميعة لاستعراضها بالفيديو السائل اللي يستعمل لفترة قصيرة ما عندك أي مشكلة طلاقة أنك ترجع تكرر استعماله لأنه ما بيكون لسه تعامل وتفاعل مع النكل لموجود في داخل البلوكات لكن لما يكون شيء طويل للأمد بالعادة هذا الإشي بيصير فيه نعم بيصير فيه له تأثير بالذات للناس اللي بتستعمل على سبيل المثال ماء مقطر دون أي أداتفز على الآخر وخصوصا إذا ما كانت يعني complete seal اللوب بيصير فيه عندك بناء البكتيريا أو أشياء غريبة جواللوب لماذا تصر على المزيد من حلقات طابعات 3D مع أنك ترى حلقاتها لا تجيب مشاهدات وتفاعل أولا أنت معلق بإفتراض أني أنا بعمل محتوى بهدف أنه يجيب مشاهدات وتفاعل نعم شيء جيد أنه يجيب مشاهدات وتفاعل ولكن الفكرة من وجود هاي القناة على اليوتيوب وهاي المنصة على الإنترنت هي أني أنشر الأشياء اللي أنا مهتم فيها يعني لما الناس تقول لي ليش ما بتعمل عن أبل كل وساطة لأني مش مهتم في أبل فهذا رقم واحد رقم اثنين إذا أنت مش مهتم بالموضوع غيرك رح يكون مهتم أنا من الناس اللي ما كنت على دراية نهائيهم بالموضوع وبادئين شوي شوي تدريجي ينصرهم هتم أكثر وعلى فكرة بتجيب مشاهدات أنت ما بتتطلع بس أو بتتطلع في لحظة ما ينزل الفيديو فقط شو أخبار جوجل بيكسل ما سمعنا أي مراجعة من طرفك؟ ولحق يا زرم التلفون ينزل انسى عندي الأجانب عندي الأجانب وصلهم بدري قبل الأطلاق ولكن عندنا عند أغلب العرب نستنى زينا زي أي حدا ثاني لأنه مش موجود أصلا بنشتريه من أمريكا وبنشحنه وأنا بالفعل طلبت الكلا من الجهازين السفن برو والسفن العادي مع العلم أنه أنا مدرك تمام أني مش راح أستعملهم بعد المعاينة ولكن بنجربهم مقارنهم بأجل ثاني ما الذي اختلف عندما جربت السيارة الكهربائية؟ صراحة أغرب شغلة هي أنه صرت أفتقد صوت المتور صوت محرك لأنه السيارة الكهرباء أعلى صوت هو صوت العجلات مع الأسفلت مع الشارع فهذا الشي كان غريب شوي بالأول حين تكون ماشي متين ما في أي صوت نهائي تكون بس سامع صوت الأرض له شي غريب جدا بس ما زيما تتعود كاميرا سعرها متوسط تنفع للتصوير السينمائي رو مع عدسة تفضلها بما أنه سؤالك محدد جدا راح أعطيك إجابة محددة جدا ألا وهي كاميرا البلاك ماجيك بوكت سيكس كي بل إضافة لأنه عندك العدسة نفسها توقع فبتقدر دك تركب عدسات كثيرة من الثمنطاش خمسة ثلاثين فون بوينت ايت مثل السيجما لأشياء عجيبة يعني هسا لأيام في كم هائل من الخيرات حسب شو السيناريو بدك تصور فيه لأنه كمان مرة التصوير حسب انت بدك تصور مقابلات بدك تصور لانسكيب بدك تصور أشياء كثيرة كل شيء له عدساته الخاص شو هي أفضل مواصفات لجهاز منتاج ومش شرطة يكون المنتاج ثقيل هذا السؤال في عليه مليار إجابة ليش؟ لأنه المسألة بتعتمد بتعتمد على أنت شو ميزانيتك لأنت معك مبلغ قليل مبلغ متوسط مبلغ كبير يعني حسب أنت شو احتياجاتك عرفت صعب أنك أقول لك هذا هو الحل النهائي وبس بقدر أقول لك آه والله كورا i7 وثلاثين ثمانين أمورك طيبة بس كما مرة بيعتمد الأغراض اللي أنا جايبها للسيارة اللي هي الفيديو الثاني الآن جبتها معي من الإمارات لأنه أنا بطلت أشحن للأردن مباشرة لأسباب كثيرة فلحد ما أنا سافرت ورجعت جبتهم معي غير هيك ما بشحن على الأردن الأدوات أو التطبيقات اللي تستخدمها لتنظيم الوقت أو المهام رتستغرب ولكن جوجل شيتس حياتي كلها عليك جوجل شيتس زائد جوجل كيب يعني هذا شيء برضو بنظم لي أشياء ولكن الأساس عندي هو جوجل شيتس ما هو القادم إذا وصلت المعالجات للواحد نانوميتر كيف سيكون تجاه التطور أولاً في عندك شيء اللي أنت اقترحته على وهو أكثر من CCD اللي هي أكثر من كلاستر للمعالج اللي هو مثل ما أيام دي بتسويه عندك نقطة ثانية على وهي زيادة عدد للترانزيسترات بما إنه المساحة أقل فبتقدر أنك تزيد فبصير السي بيو نفسه يكبر والتالي بصير في عندك بروسسنج باور أعلى لكن إلها حد معين لأنه بعد باث بعد طول معين بتصير تفقد يعني ما يسمى بالسيقنال الانتغرتي بعد استخدام جهاز الجالكسي فولد أكثر من سنة إيش المشاكل اللي واجهتك معاه من ناحية السوفتوير ودعم البرامج والهاردوير وحساسية الشاشة شوف لأكون صادق معك في عندي مشكلة بالفولد من الواحد للاثنين للثلاث للأربعة ما نحلت ألا وهي لما تستعمل لانشر غير لانشر سامسونج مثل ما أنا بستعمل نوفا إذا بتفتح الجوال بدك تنتظر ثانية ثانيتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لحد ما يرجع لانشر يعمل ريستارت ويفتح من أول وجديد هاي مشكلة هتجلطني من جيل الأول لليوم مش راضي أنا تنحل كمان في عندي مشكلة ألا وهي وبالذات هي شيء متعلق بالسوفتوير ولكن مش سوفتوير سامسونج بل سوفتوير جوجل إنه تطبيق يوتيوب على جهاز الفولد ما بسمح لي أني أرفع ريلز أو ستوريز أو اللي هي الكليبات الطولية سريعة شورتس بسموها على يوتيوب ما عندي أي فكرة ليش على أي جوال ثاني ممكن على تطبيق يوتيوب على الفولد ما بتقدر ما هي أفضل التخصصات الجامعية التي لها علاقة بالتكنولوجيا والتقنية واللي لها نجاح في المستقبل مثل تخصصات تطوير روبوتات والبرمجة علشان أوصلك الموضوع بطريقة اللي أنا بفكر فيها بدي أقول لك تالي غمض عيونك وتخيل مستقبل مش بعد عشر سنين ولا عشرين سنة تخيله بعد ثلاثين أربعين خمسين سنة لقدام مستقبل التكنولوجيا فيه هي شيء أنت بتتفاعل معه بطريقة أنه يكون مدمج في جسم الكان البشري بحد ذاته أنه يكون بإمكانك تتواصل معه بطريقة عصبية أو بصرية أو بطريقة مؤتمة فوق أي شيء إحنا بنتخيله اليوم مستقبل تكون فيه الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتوليد الطاقة ونقل الطاقة مش إشكالية هذا الكلام كله وكل هذا المستقبل وكل التكنولوجيا اللي رح تنبنى فوق هذا الشيء من أنك تصير تقدر تسوق سيارتك بمجرد أنك تفكر بالموضوع أو أنك تشغل أجهزة أو تتحكم في أجهزة أو تصنع أشياء أو تبتكر أشياء بمجرد ما أنك تتواصل معه وتتخطب معه بطريقة بأخرى هذا كله مستقبل بحاجة لناس تبنيه سواء من أنك تبني اليوزر إكسپيريينس أو خلينا نحكي تجربة المستخدم مع شيء مثل هيك من يو آي من يو أكس من برمجة من إي آي من تصميم من هندسة بايو ميكانيكل من أشياء تتعلق بالروبوتكس من أشياء تتعلق بكثير من الأمور برمجة الأجهزة اللي بتتواصل مع إنسان عن طريق الأعصاب هذا شيء موجود اليوم الأشياء اللي قاعدة بتنطبع أو بتتشغل أو التطوير الكيميائي اللي قاعد بيصير على الأسطح اللي كفائتها أعلى بكثير من ناحية تخزين الطاقة أو توليد الطاقة أو نقل الطاقة الأمور اللي بتتعلق بثورة السيارات الكهربائية والمؤتمة واللي فيها ذكاء واللي فيها ذكاء إصطناعي واللي بتعمل قيادة ذاتية واللي قاعدة بتحاول إنها ترجع تلف لفة البيبي اللي أول ما يبلش يوقف بينها بدأت تعلم من أول وجديد وبعدين يبلشوا يطوروا عليها بعدين تصير تتواصل مع بعض بعدين تصير تتواصل معك هذا كله مجالات قادمة وحاليا موجودة وقاعدة بتكبر وبتنمو وفي حاجة رهيبة لإلها متى راح نشوف تجميعات مبردة بالنيتروجين على قناتك اكتشفت جديد إنه بقدر إني أشتري نيتروجين سائل في الأردن الليتر بطلع بحوالي دولار ونص تقريبا واللوامر رهيب وكثير مبساط فيه صراحة ولكن بعدين اكتشفت إنه أصغر عبوة لازم أحق فيها النيتروجين بعد ما أشتريه حقها ألف دولار فقلت أوكي بتي أرتب للموضوع احتمال كثير يعني إنه يسير هذا الحكي على انتل 13 ولكن لسه مش متأكد يعني ناوي ناوي نيبلش في الموضوع متى؟ ما عندي أي فكرة هل طابعات الـ 3D يمكن الاعتماد عليها من ناحية المشاريع المتوسطة كتصميم كيبورد مثلا وهل بتقدر تتحكم في الخامات مثل صلب جدا أو عادي صراحة ما عندي خبرة مسبقة في الطبعات بخصوص الجزء الأخير من سؤالك بالعقيقة هذا فيديو أنا مخطط أعمله قريبا ألا وهو الفروقات بين أنواع خيوط الطباعة من ناحية الأشياء الصلبة الأشياء الحرارية الأشياء المرنة بتفاصيلها هذا كلام إن شاء الله تعالى رح يكون في فيديو عنه بشكل يعني جميل وحلو وخفيف لكن بالنسبة للجزء الأول بكل تأكيد بإمكانك أنك تعتمد على الطبعات الـ 3D وتعمل بيزنس حوالين طبعات الـ 3D والطباع الـ 3D قبل ما أجيب طبع 3D كنت أشتري جير بلاستيك بينكبس على العدسات المش سينمائية علشان تقدر تستعملها مع فالو فوكس اللي هو محرك بركب على الكاميرا ولكن بعد ما صار عندي طابعة 3D أوكي طلعت طب أنا بقدر أعمالها بـ 3D وبالفعل طبعت لكل عدسة موجودة عندي وأنا مسبقا كنت أشتري القطعة الواحدة بـ 20-25 دولار لماذا لا تقوم بعمل بثوث عفوية ودردش بها مع متابعينك بكل بساطة لأني أنا ما بلتزم بنص ولا بلتزم بنقاط ويعني أسهب في الحديث بدرجة مرعبة فمثلا طلع الآن أنت قديش لك تتفرج هذا الفيديو أنا إلي قاعد بسجل 45 دقيقة فتخيل قديش قصيت من حكي لحد هذه اللحظة أنا بحكي كثير مشكلتين ما بعرف وين أوقف بظل داعس هل أنت مهتم ومستثمر في مجال التداول ولا لا؟ وجهة نظري شخصية بالموضوع هي أني بحب الاستثمارات طويلة لأمد الأشياء اللي بتتعلق بأسهم شركات صاعدة وأنت يعني مستثمر فيها لأنك شايف إلها مستقبل وشايف أنه استثمارك هذا رح يكون إلو مردود عالي بسبب أنه الشركة فيه قدامها كثير أشياء لسه ورح تتطور ورح تكبر ورح تزيد أرباحها وبالتالي هذا الكلام بعود على استثمارك بعائد جيد ما هي التقنيات التي يريد صلاح رؤيتها على هواتف وحواسيب مستقبلا؟ شوف ما بدي أقول لك مستقبل بعيد الأمد ما بدي أقول لك الجوال اللي عبارة عن قزازة خلص هذه ما في بطارية ما في كاميرا ما في معالج هو خلص متصل دائما لا بدي أقول لك عن أشياء يعني بالفعل عن جد أنا بستنى أني أشوفها بفلاق شبس تحتنزل السنة الجاي وحتنزل كمان سنتين ثلاث على سبيل المثال أحساسات أكبر عدسات مثبتة بصريا غير عن العدسة الرئيسية معالج الصور أفضل مدى ديناميكي أحسن بتريت أعلى للتسجيل انتغريشن أفضل وهذا أكثر شي نفسي أشوفه صراحة انتغريشن أفضل ما بين السوفتوير والهاردوير بيحث أنه تصير كل الجوالات قادرة أنها تتخاطب مع العتاد بشكل مباشر علشان أنا اليوم قاعد بصور تيك توك بجوال سعره 1400 دولار وبتطلع الفيديو بتحسه كأنه مصور من جواله أبو 300 دولار لأنه التطبيق مش مبني على أنه يتحدث للعتاد مباشرة بل يتحدث من خلال وسيط فهذا شي صراحة جدا جدا مزعج من ناحية الحواسيب يعني الأمور بشكل عام التوجه اللي قاعد بصير سواء من ناحية أنه الفولتية قاعدة بتعلها والواتج قاعدة بتعلها والحرارة قاعدة بتعلها نعم في نفس الوقت احنا قاعدين نوصل لأرقام في حياتنا ما كنا مدخلين نوصلها 5000 جيجا هرتز على 32 كور أو على 24 كور هذا كان شي خيال علمي صراحة من خمس سنوات بس مش اليوم فهذا شي إيجابي لكن كل اللي ذكرتها مسبقا الارتفاع بال power consumption الارتفاع بالحرارة الترند اللي قاعدة بتصير السلبية من وجهة نظري فيه إنه أسعار البوردات قاعدة بتعلها أسعار الكروت قاعدة بتعلها أسعار المعالجات قاعدة بتعلها لدرجات جنونية أيام زمان ما بدي أحس أحسس حالي أني أنا كبير بالسن ولكن عن جد عن جد أنا يعني كنت أروح وأشتري أذكر مرة روحت أشتريت كرت شاشة أحدث كرت شاشة اللي عندي بـ 60 دينار أردني يعني 95 دولار أمريكي هذا هيك أنا حدثت كرت الشاشة وصرت يعني أدخل لي أبو 20 فريم زيادة بـ Crysis أيام Crysis 1 أفتقد صراحة أيام مكانة القطع أسعارها طبيعية نعم العتاد اليوم أقوى بكثير بكثير جدا ولكن برضو أسعاره جنونية هل ندمت على تجميعتك الأخيرة بعد الإعلان عن معالجات AMD الجديدة وكروت انفيديا الجديدة أنا عليه حظ يعني بفجر الصخر شوفوا الجهاز اللي محطوط على مكتبي اليوم تجميعتي الشخصية قطاعها لهم عندي خمس شهور من قبل النشر لكن يجي تجمع انت لقلولي لحظة KS في الطريق قالنا طيب لأن يجي تجمع قالوا لإنفيديا لحظة 90 Ti في الطريق ترون طيب هذا قعد شهر ونص هذا قعد شهرين وصل الكرت قلت أيوة بدي لبلوك وين البلوك يا معلم بده كمان شهرين لا حوله لا قوة الله صبرت صبرت لحد ما الآخر فقعت وجمعت بدونه متى وصلني البلوك تاع الكرت اللي راكب على جهازي حاليا يوم الإعلان عن 4090 تخيل طب شو أعمل في حالي يا ناس قلت أوك يعني معالج الجهاز اليوم أو خلال هذا السبوع رح يصير أقدم بجيل وكرت الشاشة ورد يصار أقدم بجيل المشكلة أنه حتى كرت الأربعين تسعين اللي عندي لو بدي أستنى لبلوك تاع وبيدي كمان شهرين فخياري الوحيد في هاي اللحظة أني أنسى كرت الأربعين تسعين اللي عندي وأروح أشتري الفاوندر أديشن لأنه الفاوندر أديشن أو الفاوندر زاديشن موجود لإلو بلوك لأنه هو أول واحد على طول بوفروا لبلوك وبعدين بصيروا يعملوا لكل الكروت الثانية لأنه التجميع الجاي بصراحة غيرت كل شي غيرت كل شي حرفياً تم تغيير كل قطعة تقريباً معده قطعة واحدة بس إيش أفضل طريقة أحمي فيها الأطفال من مخاطر الأنترنت عموماً كونتنت أو سوشال ميديا الحل إنك ما تكون من الأهل اللي بيجيب طفله بيقول له خذ التهي وروح ابعد عني اعمل خذ هاي التليفون اعمل اللي بدك يا المهم ما تيجي عليه هذا هو الأساس لما أنت تيجي على طفلك تعطيه جوال أو تعطيه تابلت أو تعطيه تلفزيون الحساب اللي عليه محمي بحساب الأهل ومربوط بحسابك تاع الأهل لتقدر تراقب التطبيقات المحتوى الإنترنت عدد الساعات والمواقع اللي بفوت عليها يعني مش تحجب لكن تتحكم بهو لشو يتم تعرضه على الأقل على الأقل على مستوى الأشياء اللي أنت بتقدر إنك تحميها الجزئية الثانية هي صقلك أنت لشخصيته ولفهمه ولقيمه اللي بتخلي عنده يعني وازع داخلي إنه أوكي أنا هل بدي أقعد أدور على هاي الأشياء أو لا لأنه ثق تماما إذا نوى أي بني آدم في الدنيا إنه يتجاوز حجب من أي نوع رح يقدر في مليار طريقة كيف ممكن يفكر في هالموضوع سواء بجهاز تاني بجهاز من وراك ببرامج معينة أو بطرق معينة في نفس الجهاز لأن تحط لي حماية اللي أنت مش خاطرة في بالك فبرضو لازم يكون في جزئية القيم اللي مزروعة في هذا الطفل منين جاتك فكرة الشغل على طابعات 3D وإيش المشاريع القادمة من الطابعات حسنا تشوف منوين أنا مهتم بالطابعات 3D من زمان صراحة مهتم بالموضوع ولكن يعني كنت خايف شوي كان في عندي حاجز خوف إلى درجة ما منه أوكي أنا ما بعرف كثير في الموضوع ممكنني ما أدبر أموري ولكن الحمد لله رب العمي هذا موضوع سهل بس أيش المشاريع القادمة في الطابعات صراحة في كثير أشياء صارت حاب أني أستكشفها سواء الطابعات اللي بتطبع بأكثر من print head الطابعات اللي بتستخدم أكثر من لون هذا شي بإن الله رح تشوفه في محتوى قادم ما أعرف متى ولكن أنا مهتم متى رح تنزل حلقة جولة الستوديو أكون معك صريح لأنه ما تغير أي شي جوهري في الستوديو فمش شايف في داعي للموضوع يعني نعم في إضافات صارت شوية أشياء زيادة هون شوية طبعات تتغيروا بعض الأمور اللي على مكتب نفسها تغيرت ولكن مش تغير جوهري يخليني أعمل زي جولة الستوديو السنة الماضية الفيديو اللي قعدته أسبوع وانا شغال عليه شو الشغلات المهتم تقرأ عنها بوقت فراغك وأكثر كتاب أثر فيك أو يعمل لك transformation الآن أكثر كتاب صراحة هذا الشي باي سايمون سينك اللي هو start with why سايمون سينك هذا الكائن قابلته في مؤتمر تيد start with why كتاب بيخليك تغير طريق تفكيرك بكيف تتعامل مع كل الأشياء وكيف الشركات تتعامل معك وكيف الكوكب كله بتتعامل معك صراحة مش بس شركات هذا مش بس business هذا شي على مستوى شخصي وعلى مستوى حياتي غير وجهة نظري في كثير من الأشياء المحتوى التقني له معاملة خاصة من الجمارك الأردنية لا وبهيك بنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة اسألني إن شاء الله ما أكون طولت عليكم كثير وتكون حلقة خفيفة ولطيفة وممتعة وفيها فائدة فبس سلامتكم هذا كان كل شي فيديو بإذن الله رح أحاول أن يكون الموضوع شهري ونعمل كمان حلقة في الشهر القادم بعتذر إذا ما قدرتني أجاوب على سؤالك ولكن انتظر البوست اللي رح أطلب فيها أنك تعلق بأسئلتك على أساس أنه نأخذ منها مجموعة من الأسئلة الجديدة أساس أنه نجاوب عليها في الحلقة القادمة بس سلامتكم هذا كان كل شي فيديو كان معكم صلاة حامد في أمان الله